طب هل ممكن تتفق مع الزميل الإعلام المتقلق كريم رمزي في أون تايم سبورت عن الأهل وسبب تفوقه؟ نادي الأهل مبارح بيقدم مباراة كبيرة وكبيرة جداً أمام فيتاكلاو مباراة محترمة عشان الأهل يروح في سكة تانية في بطول الدول الأبطال ده بيحصل ليه؟ بيحصل عشان فيه مدير فني سابت بيحصل عشان فيه استقراره عند اللاعبين بيحصل عشان فيه إدارة دايماً دعمة بيحصل عشان فيه جماهين متفاهمة اللي بيحصل في الفريق بيخسر أسنده بيكسب أشجعه الأمور واضحة في النادي الأهلي الأمور واضحة في النادي الأهلي من أول تاريخ النادي الأهلي منذ أنشأ النادي الأهلي عام 1907 والنادي الأهلي في هذا الاستقرار العظيم هل معنى الاستقرار أنك مش هتخسر؟ لا هتخسر هل معنى الاستقرار أنك مش هتقدم بعض المباريات بشكل مش جيد؟ هيحصل بس في النهاية في النهاية بيبقى الديفولت بتاعك أو العادي بتاعك أنك بتكسب أنك بتحقق انتصارات أنك بتفرح جماهيرك أنك بتبقى رقم واحد دايما دايما القواعد السابتة استقرار في الإدارة استقرار في الجهاز الفني استقرار في اللاعبين والأهم إنك طول الوقت بتحافظ على مبادئ وبتحاول تخليها فوق كل شيء بس الإدارة النجحة إيه؟ الإدارة النجحة مش شرط تكون كرياتيف أو يعني مبدعة أو مبتكرة مش شرط تكون ده بس مهم جداً يكون عندها سوابت يكون عندها حاجات بتمشي عليها سطور واضحة أي إدارة تيجي تمشي عليها مش لازم تبتكر أو تخترع أو تفكر تفكير جديد الموضوع واضح في النادي الأهلي عشان كده النادي الأهلي حتى هو بيتعرض لظروف صعبة بينجح النادي الأهلي دايماً مثال رائع لو الجميع يحتزي بالنادي الأهلي الأمور تختلف تماماً طيب الأهلي مسال يحتزي بيه مسال رائع ده ملاحظ الكلام مش ضرور تفتكر ولا تخترع امسك في السوابت اهم حاجة أيوة امسك في السوابت لأنك لو بصيت في تعامل إدارة الأهلي مع المباراة من أول ما انتهت المباراة الأولى هي دي سوابت الأهلي خلاص المباراة انتهت عمدنا مباراة جاية انتهت المسألة وإحنا رسالتنا باستمرار لجمائلنا الأعزائي بقول لهم حبوا الأهلي كما وكتبوا بالضبط